حابب برضو اوجه رسالة لكابتن ابراهيم كابتن ابراهيم دايما هو جماعة هو فيه طبيعة كده بيبقى حماس شوي فطبيعي ممكن يتقال مثلا تصريح مثلا او كلام فاطل عرود كابتن ابراهيم هو من الشخصية دي ما بيعابش يسكت زي ما بيتقال يعني بس ده حلو مش وحش بيحاول على قد يقدر برضو ما هو نجم وكابتن حسام نجم ومحمد صلاح نجم صحة اللعيبة كلها اللي موجودة فيه اسماء كبيرة جدا نجوم فطبيعي ان انا بيحاول على قد مقدر ان انا نرد يا كابتن ابراهيم هدوء شوي هدوء ممكن نعارف انه ممكن كلام كتير جدا بيتقال فبيزعالكو صدقني والله الكلام اللي بيتقال ده على الجهاز الفني او اللعيبة مش هيسكت او حتى لو انا اللي بتكلم حتى انا بجيبها في شخص عشان برضو فيه ناس بتزعل لو انا اللي بتكلم الكلام حتى اللي انا بقوله مفيش مش حدك مش تقدر تسكتني غير ما يبقى الاداء بتاع المنتخب كويس مش حدك مش تقدر تسكتني ان انا تكبرني ان انا اتكلم على المنتخب بشكل كويس غير بالاداء غير بالروح غير بالوصول كاس عالم غير بالحصول على كاس الامم الافريقية وعندك الوقت وعندك وقت كبير جدا تقدر تشوف اللعيبة واعتقد الحالة اللي موجودة في الفترة الاخيرة ما بين اللعيبة بمن بعد ومع حضرتك ومع كاتل حسابه مع الجهاز الفني حالو حاجة جميلة كنا مفتقدينها بصراحة فاتمنى ان كابتن ابراهيم مش كل حد مش ابراهيم النارده تلعي تكلم فتلعي ترد عليك كده انت ايه هتبتدي كل يعني الشغل بتاعك هيبقى الرد على التصريحات فدي ممكن تأخرك ممكن التصريح اللي هداك بيتقوله يزعل منك ناس لان مش كل الناس معاك ومش كل الناس مع كابتن حساب فاتمنى ان الحالة دي تبقى كويسة انا بقولك يا كابتن ابراهيم وانتوا ليكوا خبرات انت وكابتن حساب وانتوا اتعاملتوا مع كابتن محمود الجاهري وتعاملتوا مع اسماء كبيرة جدا بصراحة انت عارف لما اللعيب بيبقى ورايب للجهاز الفني اللعيب نفسه بيموت نفسه بيموت نفسه بيقاتل لحد اخر لحظة ليه بقى؟ لان انا بحب المدير الفن بتاعي طول ما اللعيبة بتحبك وطول الملعيبة ما حاسة ان في عدل وان انا ما بكتهت وان انا ببقى كويس في الملعب وبتمرن كويس او متقلق وبشارك صدقني اللعيبة دي كلها هتلاقيهم كلهم في ظهرك هتلاقي اللعيبة كلها دي حواليك بتمنى التوفير للجهاز الفني بتمنى ان ان شاء الله بإذن الله الفترة دي خلاص عدت الضغطات اللي كانت موجودة عالجهاز الفني عودة محمد صلاح والرد على كل الكلام اللي اتقال في الفترة الاخيرة هو ده محمد صلاح اللي احنا عايزينه عايزين محمد صلاح اللي يصنع الفارق مع المنتخب عايزين محمد صلاح اللي فعلا وانا انا اقول لكم بصراحة انا مش مستني محمد صلاح ان نوصل كاسعالم لان هو وصلنا كاسعالم قبل كده هو وتريزيجيه والمجموعة كلها انا عايز محمد صلاح وهفضل دايما اقوله ان باذن الله باذن لمحمد صلاح قادر ان هو المرحلة اللي جاية اهداءه للشعب المصري ولجمهير الكرة المصرية هو والجهاز الفني واللاعيبة كاس الأمم الافريقية ان شاء الله باذن الله نوصل كاسعالم بالدعم الجمهيري بالدعم الاعلامي كل ده هيحصل باذن الله بتكاتف اللعبة بالرجالة اللي موجودة دي ما فيش فرق ما بين اهلاه والزمال كاو في عناصر انضمت ان شاء الله باذن الله يبقى اليوم دور واعتقد ان المساحة موجودة ان يقدر يختار صح ويقدر يعمل تشكيلة كويسة باذن الله لحلم الوصول لكاس العالم وباذن الله باذن الله منتظر محمد صلاح هو والجهاز الفني واللاعيبة وهو شايل كاس الأمم الافريقية باذن الله في المرحلة اللي جاي ده كان كلام بس مجرد كلام على المنتخب مصري انه كان شاغل يعني اليومين اللي فاتوا ده